اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا ركبها في المكان المخصص لها في الكيسة والان بيثبت المسامير على الباور سبلاي او مزود الطاقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وليها فتحات المسامير الخاصة في اللوحة الام الآن بيتم شد المسامير الخاصة في اللوحة الام طبعا هنا فيه تسريع للفيديو اشتركوا في القناة بعد ذلك الآن بيقوم بحضار المعالج واسقاط المعالج في المكان المخصص له في داخل اللوحة الام ومثل ما ذكرنا لما يجي الركب المعالج يجب اني طبعا هذا الكلام عام مع جميع القطع ومن ضمنها المعالج يتم تركيبه بالشكل الصحيح راح يتركب معك بانسيابية بدون اي مشاكل لكن اذا تم تركيبه بشكل غير صحيح طبعا وقتا راح تضطر انك تدفع بقوة مما راح يسبب طبعا فيه كسر دبابيس وبالتالي الحاق تلف بالمعالج وقطع الكمبيوتر بشكل عام اذا تكسرت خصوصا عندنا هنا في العالم العربي يتم تغيير لانه ما فيه ورش قوية ممكن تقوم بمعالجة الاعطاء الكسور الموجودة فيها في عندنا هنا المروحة طبعا مع المشتت الحراري بتم تطبيقها على المعالج فيه مثبت طبعا ثبتوا على المعالج وبعد ذلك راح الان بيشبك السلك الخاص بالمروحة في داخل فتحة كهرباء موجودة في داخل اللوحة الام الان تركيب الرامات واللي تعتبر طبعا من القطع الاساسية اللي ما بيشتغل جهاز الكمبيوتر من غيره هي دائما تكون فتحات طويلة زي ما احنا شايفين هذا يطلق عليها فتحات الرامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا الكيسة تحتوي على مجموعة من الاسلاك الخاصة بايش الخاصة بعمل زر التشغيل زر اعادة التشغيل الاضاءة وخلافه طبعا يجي مكتوب على طرف السلك الاسم يعني اختصار مثلا power يكتب لك pwr مثلا وعلى الفتحة التابع لها على اللوحة الام ايضا نفس الاختصار بحيث يجي يتركبه بالطريقة الصحيحة لو حصل اختلاف فمعناته الزر ما رح يشتغل بالشكل الصحيح اشتركوا في القناة عندي هنا المروحة تابع الكيسة ايضا برح يربطها في داخل فتحة مخصصة لها في داخل اللوحة الام او هي مش شرط انها تكون مخصصة لها هي بعض الفتحات الكهرباء اللي ممكن تزود بعض القطع بكهرباء مثل المروحة الخاصة بالمعالج والمروحة الخاصة بالكيسة عندي كمان هنا الان بدأ يتم ربط كياب للكهرباء الخاصة بمزود الطاقة بوصلها بقطع الكمبيوتر المختلفة مثل القرص الصلب الديفيدي اللوحة الام لكي يتم تغذية هذه القطع بالكهرباء زي ما احنا شايفين اللي بركب الجهاز مش مرتدي للواقع الخاص بالكهرباء الساكنة طبعا هذا شيء لا ينصح به بس ممكن هو يعمل عملية تفريغ للكهرباء من خلال انه يمسك الكيسة قبل العمل فيه يعمل عملية تفريغ موازنة في الكهرباء شوف نحنا كيف ركب كرت الشاشة لأ في كرت آخر غير كرت الشاشة هذا كرت الشاشة اللي احنا شايفينه الآن بيركبه وفي كرت توسعة آخر ممكن يكون الخاص بالمودب مثلا بيتم وضعه في داخل فتحات التوسعة غالبا يكون كرت الشاشة له فتحة توسعة خاصة فيه في عملية تثبيت للكروت زي ما احنا شايفين والصاقة بالكيسة هو قام بوضع قطعة في بعض الانواع لا تربط رأس الكرت بمكان مخصص بالكيسة بعد كذا الان بيقوم بير ارجاع طبعا واغلاق الكيسة زي ما شوفنا احنا يمكن العملية اخذت منه عشر دقائق بمن هو شخص عنده خبرة وقام بهذه العملية عدد كبير من المرات يمكن في اول مرة لو حتقوموا بهذه العملية ممكن تاخذ منكم ساعة مثلا ولا فضل انكم تكونوا في اول مرة ثاني مرة تكونوا يعني غير مستعجلين على اقل من مهلكم في عملية فكفكة الجهاز واعادة تركيبه يفضل ان يكون الجهاز اللي راح تشتغلوا عليه الاول مرة يكون جهاز قديم بحيث انه لو حصل خطأ فيه او شي يعني ممكن ما راح يسبب مشكلة فيما لو كانت طبعا جهاز جديد ففي البداية ممكن العملية تاخذ منكم نصف ساعة ساعة ما في مشكلة لكن مع الوقت مع التدريب بعد كذا راح تاخذ العملية منكم عشر دقائق خمس دقائق ما عندكم اي مشكلة طبعا زي ما شفنا هنا طريقة عمله دايما طريقة العمل بتكون من غير اي عمف المفروض لو القطعة راح تتركب في اماكنها الصحيحة المفروض انها تتركب بطريقة سلسة من غير استخدام اي عمف في حال لقيت نفسك انك انت عشان تركب قطعة بتكون عنيف معها معنات انت بتركبها في بشكل الخطأ او في المكان الخطأ يعني ممكن مثلا اليمين جبته يسار واليسار جبته يمين هي نفس الفتحة لكن عكس الاتجاهات مثلا او تركبته في مكان غير تابع عليه فالمفروض لا ان العملية التركيب تكون سلسة ما فيها اي نوع من العنف لانه ما في اي قطعة تركب مكان قطعة وجميع القطع المفروض يتم التعامل معها بنعومة مثل ما نقول من غير دفع او قوة لان في النهاية قطع الالكترونية ممكن تتأثر بسهولة تنكسر تنخدش في احسن الاحوال اذا انخدشت او ممكن تعطينا اداء ضعيف هذا اذا لم تتلف بالكامل وتتوقف عن العمل ولا نستفيد منها زي ما ذكرت لكم اذا انتوا راح تتدربوا اه دائما اخدوا يعني اشتروا لكم جهاز يكون قديم بسعره اه بسيط او يكون جهاز قديم عندكم موجود في المنزل ممكن تتدربوا عليه قبل الانتقال الى اسيجة جديدة اه كذلك اه ممكن تشاهدوا فيديوهات موجودة على اليوتيوب اجنبية وعربية اشان يعني ترسخ عندكم عملية اه تجميع الجهاز الغاص بالكمبيوتر او تجميع القطع الخاصة بجهاز الكمبيوتر كذلك انتوا لما تجدوا تشتروا مثلا قطعة جديدة او اجهزة جديدة ايضا فيها كتيبات فيها فيها ارشادات وفيها الصور لعملية التركيب وتجميع جهاز الكمبيوتر وتركيب القطعة في داخل الكاسة وصلنا لنهاية الفصل الثامن وراح نختتم باسئلة مراجعة الفصل الثامن واللي تكلمنا فيه عن فهم الاجراءات التشغيلية وتجميع جهاز الكمبيوتر ونبدأ مع السؤال الاول الكمبيوترات التي يتم وضعها بشكل مسطح على الطاولة تعتبر ماذا؟ الجواب بيطلق عليها الكمبيوترات الديسكتوب او الكمبيوترات الكتبية المسطحة بحيث يكون الكاسة مسطحة على الطاولة ويتم وضع الشاشة عليها هذا بيطلق عليه الديسكتوب كمبيوتر السؤال الثاني اي من مكونات الكمبيوتر تعتبر من اجهزة الادخال او من مكونات الكمبيوتر تعتبر من اجهزة الادخال؟ طبعا عناصر الكمبيوتر عندي او القطع المكونة لجهاز الكمبيوتر نستطيع تقسيمه الى ثلاثة اقسام عندي عناصر ادخال وعناصر اخراج وعناصر معالجة بالنسبة هنا السؤال طالب مني عناصر ادخال او اجهزة ادخال عندي الكيبورد وعندي الماوس عندي الخيار اي يشمل كل من الكيبورد والماوس فالخيار اي هو الخيار الصحيح السؤال الثالث من مكونات الكمبيوتر الذي يسمح لك بالاتصال بالانترنت الجواب الخيار دي اللي هو المودم السؤال الرابع اذا كنت سوف تقوم باضافة عصر لعب على كمبيوترك عندها سوف تقوم بوصلها في داخل فراغ الجواب رح يتم وصلها من خلال البورد المنفذ سواء كان منفذ يو اس بي او منفذ متسلسل مثلا سيريال السؤال الخامس الذاكرة التي تنسى كل شيء عند اغلاق الجهاز الجواب هو الخيار بي اللي هي الذاكرة العشوائية الرام اي شيء رح نفتحه على جهاز الكمبيوتر ومن ضمنه نظام تشغيل بيتم طبعا وضعه في داخل ذاكرة الرام الملفات اللي رح نقوم بعمل تعديل لها رح يتم وضعه في داخل الرام اذا ما قمنا بعمل حفظ ما رح تنحفظ واي شيء موجود في داخل الرام بمجرد انه يتنقطع عن الجهاز الكهرباء او يتم اعادة التشغيل او اطفال الجهاز كل شيء موجود في ذاكرة الرام راح ينمسح السؤال السادس اللوحة الام وظيفتها هي الجواب هو الخيار ايه تقوم بحمل جميع الدوائر والمكونات مع بعضها لذلك يطلق عليها اللوحة الام السؤال السابع عندما تقوم بحفظ المعلومات بشكل رئيسي بكمبيوترك عندها سوف تحفظها في الجواب بتم حفظها في داخل الهارد درايف او الهارد ديسك اللي هو القرص الصلب السؤال الثامن المكون الذي يسمح لك بعرض الرسومات على الكمبيوتر هو الفيديو كارت او كرت الشاشة او كرت الفيديو الخيار ايه هو الخيار الصحيح السؤال التاسع ايا من هذه المكونات لا تعتبر فيزيائية طبعا الشاشة فيزيائية البرنتر فيزيائية الاسكانر فيزيائي المايكروسوفت وورد غير فيزيائي هو برمجي هو عبارة عن برنامج اللي هو برنامج الوورد الخاص بكتابة النصوص الخاص بشركة مايكروسوفت السؤال العاشر الاي ام اي هي اختصار لي الجواب الصحيح والخيار سي اللي هي الاكترو ماغنيتك انترفيس او التداخل الكهرومغناطيسي السؤال الحادي عشر ما هو من التالي هي من العناصر الطبيعية التي تلحق الظرر بالكمبيوتر يعني العناصر الطبيعية قصدوا فيها العوامل الطبيعية الجواب عندي الويت اللي هي الرطوبة تعتبر من العناصر الطبيعية اللي ممكن تؤثر على جهاز الكمبيوتر السؤال الثاني عشر الكمبيوتر يعاني من اعادة التشغيل عشوائي والمشاكل الوهمية وهذه المشاكل الوهمية تختفي بعد اعادة التشغيل فماذا عليك ان تفعل الجواب الصحيح هو الخيار دي اللي هي عملية فتح الغطاء طبعا الخاص بالكاسة وتنظيف داخل الكمبيوتر واعادة جميع الكروت والشرائح بعد عملية التنظيف السؤال الثالث عشر لمصلحة بيئة العمل الأمنية اي مما يلي عليك الابلاغ عنه اختر خيارين الجواب هو عند الحوادث اذا حصلت حوادثة عليك الابلاغ عنها كذلك اي حالة تكون قريبة من الحادث او رح تتسبب بحادث مثلا كيابل ممدودة على الارض والناس ماشية جاية رايحة عليها هذه قد يحصل فيها تقطيع وطبعا بمنية فيها كهرباء بعد كذا اي حاد رح يدوس عليها رح تسبب له ساقة كهربائية فهذا شيء قريب من انه رح يسبب لي حوادث فبالتالي اي حادثة نتعرض لها او يتعرض لها زملاء انا علينا التبليغ عنها وكذلك اي وضع موجود فيه يعني اه رح يتسبب في بيئة العمل بحصول حادث ايضا يجب الابلاغ عنه عملية الابلاغ تتم اول شيء باول مرحلة احنا نبلغ اه مثلا لو كنا نشتغل في شركات كبيرة دائما بيكون فيها قسم خاص بالسلامة بيطلق عليه قسم السلامة نبلغ قسم السلامة اه طبعا في حال كانت لا اه ما في قسم سلامة ممكن نبلغ الادارة في حال ان قسم السلامة او الادارة لم يتخذوا اجراءات وقتا نستطيع انحنا نبلغ الجهات المسؤولة مثل وزارة العمل مثلا السؤال الرابع عشر ما هو الحد الادنى التقريبي لمستوى شحنة الكهرباء الساكنة التي تجعل الانسان يشعر بها الجواب هو 3000 فولد طبعا هنا على مستوى ايش على مستوى الاستاتيك او الكهرباء الساكنة عشان يشعر فيها الانسان هي راح تكون بقوة 3000 فولد السؤال الخامس عشر ايا من الاجراءات التالية التي يمكن تطبيقها لخفضة خطورة الكهرباء الساكنة الجواب عندي الخيار الاول اللي هو الايه طبعا هو الطالب مني اختار خيارين عندي الانتستاتيك او المقاوم للكهرباء الساكنة اللي هو الريستستر او الشريط الشريط المعصم اللي تم وضعه على اليد للوقاية من الكهرباء الساكنة كذلك عندي الانتستاتيك باك كيس او الاكياس الخاصة بيتيجي مصنعة تمنع الكهرباء الساكنة من انتصل بداخل القطع اللي راح يتم وضعها في داخل هذا النوع من الاكياس او الباكس السؤال السادس عشر ما هي الطريقة الصحيحة للتخلص من شاشة الرسي ار تي المكسورة؟ الجواب هي ان يتم اخذها الى مركز اعادة تدوير الكمبيوتر كونها تحتوي على مواد خطرة طبعا راح تضر البيئة والصحة العامة فيجب تخلص منها بشكل سليم وذلك زي ما ذكرنا بتسليمها لمركز اعادة تدوير او متخصص في اعادة تدوير قطع جهاز الكمبيوتر السؤال السابع عشر عند نقل مكونات الكمبيوتر فما هو من التالي؟ هو اجراءات جيدة لاتباعها اختر خيارين الجواب الاول الصحيح هو الخيار C واللي هو استخدام عربة للاشياء الثقيلة الخيار الثاني الصحيح هو D واللي هو التأكد من عدم وجود مخاضر متعلقة بالسلامة في المسار الخاص بك السؤال الثامن عشر لديك اربعة بطاريات قلوية والتي قمت بازالتها لاتبوا من جهاز التحكم عن بعد فما هي الطريقة الموصي بها للتخلص من هذه البطاريات؟ الجواب هو ان يتم ارسالها او اخذها الى مركز اعادة التدوير السؤال التاسع عشر انت اكتشفت مواد خطرة على الكمبيوتر المحمول للمستخدم ما هما الشيئين الواجب ان تفعلهما اولا اختر خيارين عندي الخيار الاول الصحيح هو الخيار B واللي هو مساطرة المواد المحظورة والتحفظ عليها الخيار الثاني الصحيح هو الخيار D واللي هو الابلاغ عن المواد المحظورة من خلال القنوات المناسبة طبعا كل دولة حسب وضعها مثلا في دول بتكون فيها مثلا وزارة البيئة في دول بتكون لا في مراكز طبعا تكون تحت اشراف وزارة البيئة السؤال العشرون والاخير ما هو من التالي من مكونات الكمبيوتر تعتبر من اجهزة الاخراج الجواب البرينتر والمونيتر البرينتر بتخرج لي بيانات مطبوعة على الورق اما المونيتر بتخرج لي صور طبعا تخرج لي من الكمبيوتر الصور تعرضها لي على الشاشة احنا بكذا نكون انتهينا من الفصل الثامن باذن الله الفيديو القادم راح ناخذ فيه راح يكون بداية الفصل التاسع واللي راح نتكلم فيه عن انواع واساسيات انظمة التشغيل طبعا موضوع انظمة التشغيل راح نمر فيه بمراحل راح طبعا الفصل التاسع زي ما ذكرنا راح يكون كلام يعني عن انواع تعريفي عن انواع واساسيات انظمة التشغيل بعد كذا راح ناخذ عملية ادارة انظام التشغيل بعد كذا راح ناخذ عملي بحيث راح ننزل انظمة التشغيل المختلفة زي مثلا هي كلها راح تتعامل مع ويندوز زي ايش زي ويندوز اكس بي ويندوز سبعة ويندوز فيستا راح نشوف كيف ننزلها نعمل ننزلها على جهاز راح نشوف يعني اداء بعض المهام الادارية على هذه الانظمة الى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته